عايزين ناخد مثال تاني برضو عبارة عن كاميرا فيها جزء أفقي وميل وأفقي زي كاميرات السلم لكن بدل ما نحط السابورت في الطرف حطناهم هنا وهنا انت واخد بالك ان دي بقت كاميرا بيموس كانت ليفر يعني متوقع ان هنا يبقى فيه نيجيتف وهنا فيه نيجيتف وغالب ان هنا فيه بوستف فاكر هنا فين ال ال داش كان قلنا ال ال داش الطول الحقيقي من السابورت للسابورت اللي هو في الجزء ده هيبقى الحتة الميلة بس وطبعا بالنسبة للكانت ليفر كان اسمها ال كانت ليفر تعرف ترسم البن المومنت لكاميرا زي دي اول حاجة لو تفتكر لو عندي كانت ليفر بقى فحص بالبن المومنت من الفري انت البن المومنت اللي حسبناه طبعا هيبقى تحته ولا فوق مومنت ال كانت ليفر فوق فانت هتيجي هنا عمودي على ال ديتم عشان ال ديتم هنا أفقي فانت هتطلع رأسي تحط قيمة المومنت وترسم بارابولا الناحية التانية وافتح حسبة المومنت وبرضه المومنت هيبقى الفوق وهترسم عمودي على الديتم الديتم هنا أفقي يبقى هنا هطلع رأسي بقيمة المومنت وارسم برابولة برضو بالنسبة للجزء الميل بما ان الجوين دي أكيد المومنت اللي هنا قد المومنت اللي هنا ولا لأ فكين قلنا بس انت هنا عشان الجزء ده كان أفقي فطلعت عمودي على الديتم رأسي لكن هنا الديتم ميل يبقى انت هنا هتطلع عمودي على الديتم من ناحية دي بنفس القيمة و برضو هاجي ناحية التانية هاطل عمودي عديتها من ناحية دي بنفس القيمة ووصل بينهم خط دوتت وانزل من نص الدوتت قد ايه W L L dash على تمانية طبعا دي ال L بين نقطتين ودي ال L dash وارسم البرابول تعني اخد المثال ده مثلا ان البن الموم تنزل اللي تحت انت اخب بالك ان الكاميرا زي دي برضو فيها two joints واحدة فيها تباعد والتانية فيها تداخل بس اخب بالك التباعد وتداخل دول بين اني حديد اللي تحت ولا اللي فوق اللي فوق ده معناه ان المقص اللي هتعمل في التداخل هنا هتعمل بين الحديد الفوقاني مش الحديد التحتاني عايزين نطبق السبع خطوات دول على الكاميرا ال beam with two can't levers اول حاجة زي ما قلنا الحديد الصفلي على الاقل جزء من الحي الصفلي في حدود نص الحديد هيتمد من وش العمود لوش العمود بس لما اجيب مده وش العمود الناحية دي وانا عشان المومت هنا دخل على قيمة negative طبعا مش هنعمل رجبة فاكر من بعد ال center line هتمد مسافة ايه 150 ميلي بما نده على الميل فيترسم على الميل الناحية التانية لما تيجي تمد الحديد من بعد ال center line دخلت في الحطة الافقية فال150 ميلي تتحطى على الافق لو تفتكر ده كده جزء الحديد اللي كمل من وش العمود لوش العمود الجزء التاني اللي هيقف هيقف عند مسافة كام بما ان المومت هنا دخل عند قيمة negative وكمان هنا دخل عند قيمة negative فاكر يبقى احنا هنا نبتدي نحط جنج عند مسافة point one two five ال LN rush وبلك مش point one بس point one two five عشان فيه negative في نحية دي ونحية دي وطبعا ال LN dash اللي هو الطول الميل ده من وش العمود جوه لوش العمود جوه ده كده الحديد السوفلي ثاني خطوة الحديد العلوي خبا لكن ده كانت lever نبتدي عند member member بنسبة للجزء ده المفروض في المنطقة دي فيه مومت فوق هنا فانا محتاج تسليح رئيسي هنا وفيه مومت فوق هنا برضه ولا لأ فمحتاج حديد رئيسي فوق لسه هنقفل ال joint دي بعدين قلنا قبل كده بتوقف الحيد الأول وشوف هيوقف فين وبعدين تقفل ال joint طيب فكرني هو الحديد بتاع ال cantilever اللي هنا احنا كنا بمده مسافة قد ايه واحد ونص اللي cantilever طبعا على الميل عشان دف المنطقة الميلة فاكر الناحية التانية السيخ ده كان هيوقف هنا ازاي قلنا هنعمله شوكة عشان deflection يبقى انت عرفت ان السيخ ده تمد واحد ونص اللي cantilever هنا والناحية دي اتعمل شوك لو فيه صف تاني فاكر هنا كنا بنعمل ايه بمده هو كمان واحد نص اللي cantilever لكن الناحية التانية كنا بنعمل ايه قلنا هنيجي عند الاخر ونمده مسافة ل ايه يعني الطول ده كله ل ايه بعد ما عرفت السيخ هنا هتقف فين والسيخ هنا هتقف فين لو تفتكر ابتدي ارجع اشايك على الجوينت الجوينت اللي هنا فيها ايه فيها تباعد بين أنية حديد اللي تحتوى اللي فوق بين اللي فوق فانا عرفت ان السيخ اللي فوق دي هنعمل فيها ايه لازم نكملها فهكمل الصف الفقاني وكمان الصف التحتاني يقول بالك ده بقى سيخ مكمل بالمنظر ده وده بقى سيخ تاني مكمل بالمنظر ده هتقدر ترسم التسليح الناحية التانية نفس الكلام المنطقة دي المومن فوق فانا محتاج تسليح فوق والمنطقة دي المومن فوق فانا محتاج تسليح فوق هيوقف فين تقدر تقولي الحديد اللي هنا بتاع الكنتيفر هيوقف فين بالزبط وانا عند مسافة واحد ونص الكنتيفر لكن الحديد اللي هنا الناحية دي هيوقف فين وانا بيكمل له شوكة عشان الديفلكشن الحتة دي هنعمل فيها ايه لما وقف اسياح الحديد هرجع شايك على الجوينت لو فيه صف تاني هنعمل نفس الكلام فاكر قولنا في الجزء المايل هيقف برضه عند 1 نص لكن الحتة الأفقية بيتمد مسافة L A بس يعني الطول ده L A بعد معرفة الاسياح دي هتقف فين والاسياح دي هتقف فين فاكر قولنا هنيجي عند الجوينت دي بالظبط ونبتدي نبص الحديد هيبقى عمل ازاي هنا كان فيه التداخل بس فوق ولا تحت هيبقى فوق يبقى انا محتاج الحديد الفؤاني انه يعمل مقص خبالك لو انت كملت وسيخ واحد هنا دي غلطة فيتل ونسعة دي بتكسر الكفر اللي هنا لما نيجي نعمل مقص فاكر قولنا هنعمل ايه همد الحديد ده ستريت على استقامته مسافة L D لو طول ده كفل L D يبسيخ يقف ويتحط له جنش الناحية التانية نفس الكلام ده اول صف تاني صفه برضو همد اللي دي هنا ومد اللي دي هنا ياخد بالك المقص جاي من حقيقي الفؤاني مش التحتين يبقى انا كده رسمت الحديد السفلي ورسمت الحديد العلوي وبعد ما قفت الحديد شيكت على الجوينز التباعد كم من نسيخ الحديد التداخل عمل نماص فاكر ثالث خطوة هتيجي في الحطة الفاضية تحط ستيراب هنجرز عندي هنا في حطة فاضية فحط ستيراب هنجرز هنا ربع خطوة طبعا بتعمل الكنات ليه عمودية على السنتالين وردت تفتكر ان عند الجوينز انا كنت بعمل تداخل الكنات ونقطة اسمها نقطة راس السهم عند الجوين دي مش دي عاملة زي التمانية يعني راس السهم الفوق يبقى انا هاجي عند النقطة اللي فوق وابتدي من هنا بالظبط اعمل كنات عمودية على السنتالين من ناحية دي من نفس النقطة كنات عمودية على السنتالين ناحية التانية لكن الجوينت الناحية التانية هتلاح شكلها عامل كده تشبه السبعة يعني رأس الساهم هنا تبقى موجودة تحت يبقى أنا محتاج أجي عند النقطة دي بالضبط الموجودة تحت أعمل كنات عمودة على السنتا لاين هنا وكنات عمودة على السنتا لاين ناحية تاني خمس خطوة زي ما قلنا لو تي أكبر من 700 ميلي هتدي حط shrinkage bars موازية للسنتا لاين وبتدي أرسم التفريد بس زي ما قلنا وإنت بترسم التفريد ياريت راعي إن لو في مقص تبين هنا مقص في التفريد سبع خطوة زي ما قلنا حنقطع cross section عمودة على السنتا لاين عندي section هنا وsection يه هنا يه هنا زي ما نتعيز وترسيب cross sections